تباينت أراء الفلسطينيين حول قرار الحكومة بالعودة إلى إغلاق كلي لمحافظات الضفة الغربية ليومين يتبعه آخر جزئي خلال ساعة الليلة فالبعض يرى أن الإغلاق يجب أن يكون شاملاً وعلى فترة محددة مع إجراءة صاربة فيما يرى البعض الآخر أن الإغلاق يدمر الاقتصاد المنهك أصلاً إغلاق كلي يومي الجمعة والسبت وجزئي يبدأ مع السابع مساء وحتى السادس من صباح اليوم التالي ابتداء من يوم الأحد لمدة أسبوعين هذه القرارات التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية مؤخراً لمواجهة ارتفاع وطيرة الإصابات بفيروس كورونا والتي سجلت أكثر من ألفين وألف وسبعمائة إصابة خلال اليومين الأخيرين على التوالي فيما يسمح فقط لمحال المواد التموينية والمخابز والصيدليات بفتح أبوابها تختلف آراء المواطنين بعضهم يرى فيما أطلق عليها الموجة الثالثة من تفشي الفيروس بشكل مجتمعي في الأوساط الفلسطينية يعود لعدم التزام المواطنين فيما يرى آخرون بأن الإغلاق لا فائدة له خصوصاً وأنه غير شامل وأن الإجراءات الحكومية التي أعلن عنها مؤخراً لم تعمل على الموازنة بين الاقتصاد والصحة بما يتلأم مع وضع الاقتصاد الفلسطيني الذي يعاني نتيجة الإغلاقات خلال فترة الموجة الأولى من انتشار الجائحة السؤال أنه هل الكورونا تيجي بس يوم الجمعة والسبت؟ يعني المفروض أنه فيه إغلاق يكون إغلاق شامل مش بس يومين في الأسبوع وهذا برجع لبرضه فيه جهل عند المواطن أنه تتزمش بسياسات الوقاية الصحيحة يعني هاي بدهم ينزل الرواتب ماشي؟ هاي الرواتب بدل ما الناس تروح تسد ديونها فيهم بدهم يعملوا إغلاق فإذا راح تصف المصاري هاي يشتروا فيها أكلوا شرب وتتراكم علينا الديون سواء ألا البنوك سواء ألا المؤسسات أنا ضد الإغلاق لأنه بدك تيجي تحكي عن أن الناس راح تموت من الكورونا من الناس مين تميته هيك من الكورونا أو بدون كورونا بذيكوا على الشعب وبذيكوا على المواطنين بذيكوا على التجار بذيكوا على الجميع لما تغلق أنت بتنزل من اقتصاد البلد وزارة الصحة الفلسطينية تؤكد بأن الإجراءات الحكومية لن تكون كافية للسيطرة على كورونا ومواجهة انتشارها بل لابد من التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية لتحقيق توازن بين وعي المواطن والإجراءات الحكومية هي إجراءات جزئية تساعد في ضبط الوضع الوبائي ولكن لوحدها لا تكفي وبالتزام المواطنين بكل الإجراءات التي تقيهم وتمنع انتقال العدوى مثل ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي وعدم التواجد في أماكن مقتضة هذا كله رديف يساعد في الحد من انتشار العدوى حتى نتمكن من التعايش الجهات الحكومية تحذر من خروج الوضع الوبائي عن السيطرة خصوصا مع تسجيل عدد من المحافظات أرقاما كبيرة من الإصابات هذا التحذير يفسره عدد الإصابات الذي وصل إلى ما يقارب التسعين ألفا وأعداد الوفيات التي زادت عن 750 وفاة تقول الحكومة الفلسطينية بأن إجراءات الإغلاقات الأخيرة تهدف للسيطرة على ارتفاع وطيرة الإصابات خلال الأيام الماضية فيرد المواطنون معبرين عن استيائهم من أن هذه الإغلاقات ستكون ضربة جديدة للاقتصاد المترنح أصلا ما بين هذا وذاك تبقى المفاضلة بين الصحة والاقتصاد إلى أن يقول اللقاح كلمته الأخيرة من مدينة رملا المحتلة حافظ أبو صبرا رؤيا